وفي قصر البديع العامر استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس على حاكم الشارقة مساء الاثنين بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائبي حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائبي حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائبي حاكم الشارقة استقبل سموها المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك وتلقى سموه التهانية والتبركات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين ومن معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير صحة ووقاية المجتمع ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشرقة وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبركاتهم لصاحب السمو حاكم الشرقة بقدوم الشهر الكريم راجينا المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية العظيمة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من الرخاء والتقدم وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشرقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء وتنمية المجتمعية والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس مجلس النفط والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خرفكان والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة شارقة الرقمية والشيخ عبد الله بن محمد القاسم مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية